اشتركوا في القناة وقتهم مضى وشتون تنقلوا البضايع وينقلونها من مكان المكان كلها على ظهور البل على ظهور البل فكانت الجمال اللي تكدي الخطوط هذي اللي تروح للمسافات الطويلة مثل الديناتها الحين مثل الديناتها الحين فهذول يشكلون مجموعة أكثر ما يتجمعون في الحسا لأن الحسا منطقة تحميل بضايع وجيب بضايع وقريبت من البحر البضايع اللي تيجي للنجد اي نعم تيجي من الحسا مثلا البضايع اللي تأرد على الحجاز تيجي عن طريق البحر عن طريق جدة وعن طريق ينبع تيجي البضايع القماش الهيل القهوة اللي يجي من الهند كلها عن طريق الميناء والميناء بالحسا لا الميناء جدة وميناء وميناء الدمام الشرقية ميناء الدمام الشرقية يجي هذه البضايع اللي تيجي من خارج المملكة اي نعم يعني مثل القهوة والهيل والرز والأمور ذي والماتلة الماتلة يعني المواد التمويني الغذائية المونة اللي يقول المونة الغذائية اي اي وكذلك الاغراض الملابس والملابس اللي تيجي عن طريق الشام تيجي من الشام الله فكان فيه مجموعة ناس معروفين ما شاء الله عليهم هو شيء بأقوية أجسامهم نعم وصحتهم زينة ويدلون الدروب يدلون الدروب الواحد سنه ما جلان سنك معطيه لوكيشن اللي قلت له رحلة المتان الفلان الله في الليل تضلما الخريت ما تدري اللي أحاطك في الموقع الشيء لا هذا هذا صحاوة الرأس ناشه هكا الحين ايو الله ولفيه مجموعة من أهل البل اللي يكدون الخط يجون من الحسى أكثر شيء النجد اي وش يجيبون من الحسى يجيبون العيش بر اي عيش يجيبونه ويجيبونه وبعض المرات هذه عاد ما يجي إلا للكبارية يجيبون رز من أول في الحسى يطلع رز هما فيها عيون من أول ما اي فكان يطلع رز وشي نيجي عن طريق العراق عن طريق الكويت يجي الرز يبيعون التجار هناك والرز يجي للأغنية يجي للأغنية والناس اللي يعني مقتدرين العيش البر ذا يأخذونها العيش البر اللي يبون قرصان وجريش وهذا اللي صحيح لكن الرز والفورة من أول اللي تجي اي كانت من أول يحملونها على الجمال واللي يضربون الخطوط بالجمال هذي يصيرون معهم حماية فردية منهم يصيرون مجموعة قبل لا يقل عن عشرين ناقة ثلاث من الابل اللي تشيل تشيل الشيل تحمل الحمول ايه نعم اكثر اللي يكدون الخطوط هذي اهل القصيم واهل الزلفي ايه ما شاء الله تباركه اقوية ويدلون ومترددين عن الخطوط وسلاحهم معهم وسلاحهم معهم ايه ويحمونها يفكونها من الاعتداءات ايه نعم ما حد يجيهم ففيها اثنين اثنين من اهل الزلفي ايه والله ما دلوش يسام لك واحد منهم اسمه سعود ومعه خوي الله ايه راحوا يكدون يعني اول ما بدوا ما معهم مثل ما تقول اربعة جمال ايه اربعة جمال يصير هو يركب على واحد واحد ان يربط الرسا فيه وخليه بارد ثاني واذا مثله ايه فينضمون للمجموعة سعود هذا طلع من عند امه من بيتها له ومن والدته اللي طبعا تعد وتمد له نعم وراح يكد طريق الحساء ايه هذه السالفة رواها المؤلف في حمود النافع اينا في كتابه وخدتها من الكتابنا اينا يقول انه يكد سعود هذا يكد طريق الحساء مر نجيب عيش مر نحمل معه بضاعة مر ن معها اربعة جمال ومعها اثنين ثلاثين ينضمون معها يصيرون حملة يصيرون حملة اللي هي قافلة قافلة اينا يكلفونهم احد التجار يقول راح جيب لنا البضاعة الفلانية من الحساء من عند فلان فلان ابن فلان راح جيب منه البضاعة بحقه بحقه ويجيبون يعطونهم أبطع يا بول حبيبوه على هالشغر يكد يكد طريق الحساء تخبر الدهر الجمال هذي وش يتغذى عليه على العشب ايه الجمال طرع مو هي بتلبق عند محطات بنزيم لا على الله ثم على هالعشب اللي ذا جاهم سنين دهر دهر سنتين وثلاثة جاهم ما جام طار على الجهات المنطقة الشرقية وضعفت الجمال اللي هم يكدون عليها ضعفت الجمال وتعبت ما عنده هنا ربيع ما عنده هنا ربيع انتاكل منه والله وهم على الله ثم على الربيع ذا الجمال ما احنا قولت على في جاب لا 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 لبدا فضعفت جمالها وماتت اغلبها الله وضعفت المكد عندهم والاسعود هذا هو خوية كلهم من هالزلفي خوية ابطوا عن اهلهم قالوا والله ان ابطينا على اهلنا وخاصة ان اسعود في قدتهم ابطى ما جاء نعم يا ويلي ويلا هم سيكين هذهك الحرمة كل ما جاء من حملة ولا من ناس جدت طرقية جايين على الزلفي ولا هذيه وادفت بعبيت هناك عند ذاك تسأل اللي يجون يا بعد عيني تعالوا جيتوا وانتم من الحسن قالوا قالت ما شفتوا لدي قالوا ولا شفناها بالحسن هناك وما عنده خلاف طائرين قال طائرين قال ما طرى لكم جيه ما قال باجي قال والله لا قالنا شي لكن نشوفه ولا قال ذاك الثاني أنا ملازيه بالدرب أنا رايح وهو جاي يا الله هل نستهى هذه الأخبار اللي تجيها اي أمم لا زينه بالدرب ولا شايفه في الماقفة هناك ولا ما ما يبرد قلب هذا الحتي زينة علومك يا بو خالد وعلومك أبيالة شاهي اي ونرجع نكملها السولي في الزينة ترى الشاهي هو اللي يذترني ببعض الأمور ايه كافه والله ادل خلنا نطلع فاصل ونرجع اسلام اسلام ابو خالد اقولك سعود ابطع لأمه بالحيل وابطع لأهله هو عاد هناك يوم شاف ان ما هنا مكده وانه الأمور ضعفة الجمال مات بعضها ولا عاد عنده الاثنين ما عاد فيه لهو يخويه اللي جاه وياه اساسا منها جاه وياه ايه لا اللي هو يخويه جاه وياه منزل فيه ايه هو هوية قال له وش رايك مدى منه حين المكده ظاعفه ذا ولا هنا مكده متى بينا روح لهل ناء ايه قال له توكى الله ويجون بس قرروا في الليل ومشى والأخوان السلام ويجون 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 مع ذلك الخط يوم شون من عنده مع الطريز مغيبينة ايه صدق أنا من أول عرفة سامي الطريق يعني زد سمعت اللي يرون سوال فون بها ايه طريز مهم شارع مثل ما تقول وشارع الأربعين اسمه الشيء طريز الكنهري الكنهري ايه هذا يجو يقطع بهم الصمان يجو معه طريز مدري وش اسمه سيد عدهن علي جدي الله يرحم الطرق هذة اللي هم يجو معها ايه الله يلقف المهم جو يوم انهم طال امركا بد اقبلوا على الزلفي شرفوا على الزلفي وصلحوا للارطاوية بين الارطاوية والزلفي ومار يقعدون ذاك اليوم توم قايم من الصبح شاب ينضوهم قايم تقه وون قاعدين قال تعال 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 ترى حنا ما فكرنا ولا خططنا وشون نجي هل حنا عقب هالغياب كله اللي ابطينا لنا على أربع سنين لابنروح لزل في تواما يدينا تذا ما معنى هدايا ولا معنى خذنا شيء من فلسين بس نجي نبشرهم ونبعرين نماتت هذا حسين قال ما ذي بطريقة وش رايك وش الحيلة هدبل وش السوات قال والله هل تشوف المهم كل واحد صومع صومع يعني قعد الحالة في مكان وقعد يفكر قالوا وفلان صومع قعد الحالة مثلا نحط إيديها على رأسي وصومع يعني يهوجش وش يب يسوي الله الله ترى الصومع ذي دليل اللي يعرفها أنا أول مرة هسمعها الصومع قالوا وفلان وراهم تشطر الحالة ورا ما هم معكم قالوا صومع صومع يعني يهوجش وش يب يسوي ياقوب خطط في مكره الله فقال هالحين بنعود ما معنى ما في دينا شي والله يا أخي إنها مصيبة وانا أم التحرى ويب يب 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 لا 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 وشو السوات قالوا يا الله يلا لف لف رجعنا رجعنا ويرجعون ويرجعون يروحون للكويت اي اي ويرجعون ولا لهم عن الكويت يا أبو الحبيب الله اي وهم سكين التحرى كل يوم من جاء من رأى كل ما طب رأى سيارة ولا رأى جمال كل ما جاء أحد ما شفتوا ولدي ما شفتوا كذا ولا هنا مكاتيب ولا هنا شي ولا هنا مكاتيب ولا هنا شن ما ساكي المهم رجعوا رجعوا وين راحوا للكويت ما راحوا ولا الحسن اي راحوا للكويت وقعدوا ها يوم تمولهم يمكن حول السنة ولا المراح هذه اللي تنتظر ولدها سعود الام الام اي الهوليد توه جذع توه من مصر تذى طالع ما بعد يعني الشبابة زرق تذب الله اي صايرين شبابة زين وام غط وصار طويل اسمه محمد اي اخو سعود اخو سعود اي قال لي يامتي ابا يعلمون اني طرقي اللي جاي انه اخوي سعود انه بالكويت ودي اروح معا ترزق الله وهذا قلت يا وليدي تروحوا ونقول لكم جميع قالوا هذا ماذا نسوي ابروح ابروح حتى اني لمن هذا حصلت بعض الشيء اجينوية عهو تبات سعاد زاد حزن حزن يوم راح الصغير راح الصغير ولقى اخوه بالكويت وقعد هو هناك يشتغلون يوم تمو لهم والله حول السنة ونصو لهم حصلين خير لكن ابطوا عليها واليوم حرز قلبها زيادة ابطوا ماجا وابطوا ماجا وش الحيلة هالدبره المهم شافت ان الوصاية ما تسوي شيء كل من جيب يروح قاتبت روح الكويت تكفى كنت شوف ولدي سعود ولدي محمد سأل لهم قلهم تسلم عيكم ترجاكم تجون ربيكم تجون كل هاللي يتوصل هم ما يوصلون في النهاية الله دلها على واحد يقرب لك يقرب لك من شعراء الزلفي وراح تلمه اسمه محمد العبد الرحمن السكران هذا اخو جدي يا عبد الله أخو جدك عبد الله قالت له يا أبو سكران جعوك تسلم أبيك تقول قصيت على الثانية بروح هلولدي سعود عيالها الاثنين سعود ومحمد سعود هو السبير فنصتها سعود قالت أبيك تقول قصيت على الثانية لسعود سعود هو السبير غده يعني يلين قلبه يذكرون أمهم ويجون قال أبيش للساعة مباركة هو لأبو سكران الله يغفر له ويرحمه يعين على فعل الخير ويعين على جمع الشمل ويبي يقول أنه هل يحرز قلبها حرز قلب أمك وعينها ما تنامي يا عبيد لا لفيتها لا تونى حرز قلب أمك وعينها لا تنامي عينها ما تنامي ألم يحرق قلبها على ولدها أن نشهد المهم تقوم وتواجر وتقول لأبو سكران أبيك تقصد قصيت على الثانية روحها والله ولها عادلات لا بد أنها يوم تمر على أبو سكران إنها أمم قهويته ولها يعني قطعها الفقر ولها ولنها شارط للشي ولأنه لأنه مجتهد في القصيدة قائلها على لسانه لو هله ما عزا الله نقصد طيب أجل وش رايك أبو خالد نطلع فاصل ونرجع نكمل القصيدة عدل عدل مشطون لو أنت عندي ثاني إنسى حبالي أبتي خفى ما ودي الناس يدرون يا ونتي ونت ربيط الحبالي وكن وش تسوي ما هي بتعلم وكن عبرات تزايد على الهون وغديت مثل اللي من العقل خالي عليك يلي حط في قلبي يطعون أغديك يا وليدي تبصر بحالي يسعود لا تقعد ترى الرزق مضمون ترى الفخر ترى الفخر تحسب أنهم يجمعون دراهم سيكين يسعود لا تقعد ترى الرزق مضمون ما تدري إن ما عندهم شي ترى الفخر ما هو بجمع الريالي ليه تكتجي وتقلط الزاد بصحون يا كبر حظي يوم أشوفك قبالي متعلق قلبك مع اللي يكدون اللي يكدون الخط ليه تكدريب ولبعدتك اللي يالي أشفق لشوفتكم يعني هو أخوه أي أشفق لشوفتكم ولا دونكم دون هما هو أخوها ناعبين قلبها أي أشفق لشوفتكم ولا دونكم دون والكل منكم يا حج الجار غالي يليتكم عن ما لجه في تدرون وتبرزون بعلتي وش جرالي يسيفة نسهر وانتو ملي تنامون ودموع عيني مثل وبلة الخيالي يشوق غرون يدعج الكحل بعيون دائماً ذا العبارة تقال في القصايد اللي فيها وجد أو فيها شيء أو يعني تعتبر من صفة المدح يعني أنت في عين الزبون في عين العروس اللي تبيك وتمدع وتثني عليه ولهذا تقول يقول على لسانها يسيفة نسهر وانتم ولي تنامون ودموع عيني مثل وبلة الخيالي يشوق غرون يدعج الكحل بعيون خشف رعى نبتدعث وسهالي الخشف الغزالي صغير الغزلان نعم مما جرى مما جرى بيحث مكان مكنون وحسبي على من لا مني في عيالي عيالها هلاثنين شف أي بالله هذه قالها أبو سكران محمد العبد الرحمن السكران على لسان المرح هذه يوم مسعود الله يغفر ها ويرسلونها معها كالواحد القصيدة للعيال بالكويت يوم جدتموا القصيدة وجدعون اللي في ديهم من الشغل وجدعون الأغراض اللي معهم تقطع وقال يلا 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 ماشينا أنا وياك أخوي محمد وسعود نعم وركضوا جمعوا غريضات مبيعوا الليلهم ومدرشونهم إنهم ما خلوا معهم إلا الجمل اللي هم يبيرجعون عليه كل الأغراض اللي عندهم والأشي اللي عندهم والأشي اللي يملكونها كلها تخلصوا منها وحملوها على هالبعير هدايا وذوجهم عادة خبر الطريس من الكويت إلى نزل في يمر مع الأرطاوية من هناك على المجمعة يحذر مدره وين وقبلها ظاهر من عند الدهنة لا يجبون يجون كلافة الطريس عسر يقعدون فيه يمكن حوالي شهر وهم يمشون على الهون الهون على الهون الهون والموارد والماء والرعي الجمل الحال لما أنهم ضحوا ولا عشوا يابع من يرعاه يابع من ينزل الحمل اللي عليه ويحمله ثاني مرة الين ياصرون لما هم مساكين يوم وصلوا يوم وصلوا تهم واصلين مثل ما تقول وصلوا ولم هم لها ثلاثة أيام توفية والله ايه بالله انصاب والله أني أنا هالحين أني تأثر ايه والله العظيم صدر ايه والله أنها تأثر تأثر جاييني شفتين علمهم شفتين علمهم يبي يقابلونها وجايبين لهم هدايا وغريضات وهذا هذا بعض المرات الواحد اللي تأخر تحسف صح قبل إلى قالت لكم وكتعال على طول تحرت عشان ما تحسف شفت يوم جو ولانه ها ثلاثة أيام ما بعد يبس قبرها الله حوله قعدوا تباتون عنده القبر استعال ندماني ايه والله يا أخي حتى السالفة ذي ما وديني جبتها تالي هي حزن لكن عاد ان فيها عبرة وان فيها وكذا الله يعطيك العافية ابو خالد وما قصرت والله امتعتنا وفدتنا بها الله يعطي سلام مساء لحب مساء مساء موسيقى اشتركوا في القناة